التعليم الوجهي الفاقد التعليمي وإمكانية عقد تكميلية استثنائية للتوجيه قضايا ناقشتها لجنة التعليم والشباب النيابية مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس الذي أكد مجددا عودة التعليم الوجهي العام الدراسي المقبل مع تجديد الإجراءات الصحية في مدارس المملكة دولة رئيس الوزراء أكد على ضرورة العودة للتعليم الوجهي في كافة مدارسنا إن شاء الله وجامعاتنا بهذه الكلمات جدد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس التأكيد على عودة التعليم الوجهي العام المقبل خلال اجتماعه مع لجنة التعليم والشباب النيابية وسط تجديد للإجراءات الصحية بين المعلمين والطلبة وكل من يعمل في القطاع التعليمي الحكومي والخاص نسبة كبيرة من معلمي المدارس تلقوا المطاعم في الفترة الماضية وصلت إلى أكثر من 80% أيضا بالنسبة لأعضاء التدريس في الجامعات تم تطعيم أعداد كبيرة برضو منهم تجاوزت نفس النسبة طلبة الجامعات أيضا عدد لا بأس به وخاصة طلبة التخصات السريرية وغيرها تلقوا المطاعم لأنه قد يكون وضعهم شوي بيختلف عن التخصات الأخرى أيضا هذا شيء جيد المدارس في القطاع الخاص تجاوزت نسبة المطاعمين فيها برضو من العامليين والإداريين وغيرها ومعلمين تجاوزت 90% أبو قديس أشار إلى أهمية مشاركة الطلبة في تعويض الفاقد التعليمي كاشفا عن طرح مناهج جديدة في مادة هيئة العلوم والرياضيات لبعض الصفوف المدرسية ترتكز على التحليل والتفكير والإبداع هذا البرنامج اللي هو مدة أربع أسابيع مدته هذه المرحلة الأولى راح تكون للفاقد التعليم هناك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة وفي رد على أسئلة اللجنة حول نتائج الثانوية العامة والدورة التكميلية أكد أبو قديس إمكانية عقد دورة تكميلية استثمائية لكنها مرتبطة بنتائج التوجيه تعليمات بتحنى الثانوية العامة كما هي العام الماضي لم تتغير وكان هناك دورة تكميلية ومعروفة إمتى موعدها يحدد بعد ظهر النتائج بفترة تنما غماني دراسيان عن بعد بسبب كورونا حتى أصبحت العودة إلى التعليم الوجهي للمدارس والجامعات مطلبا شعبيا لدى الطلبة وأهاليهم لما تضيفه البيئة الصفية من قيمة على العملية التعليمية والتربوية ترجمة نانسي قنقر